موسيقى مشاهدين منحييكم مرة جديدة من برنامج هنا منحكي عبر منصة هنا لبنان وفي هذه الحلقة نستضيف النائب بيار أبو عاصي يلي بيمثل كتلة الجمهورية القوية كتلة القوات اللبنانية أهلا وسهلا فيك بهالبرنامج أهلا فيك وبشرك على الدعوة أهلا وسهلا بدي بلش أنا وياك بمناقشة المواضيع السياسية العامة في لبنان بعدها مننتقل لموضوع الانتخابات وخلينا نشوف أول عنوان بالمواضيع السياسية العامة التطورات السياسية والأمنية ليس هناك من اتفاق على الآلية التي ستعتمد من أجل مناقشة الطرح الأمريكي المتعلق بترسيم الحدود البحرية وفي هذا المجال يلب حزب الله دورا أساسيا في عملية التسهيل أو العرقلة طيب هذا أمر أساسي اليوم وحزب الله في عرض من قبل هوكستين وهذا العرض لم يدرس بعد من قبل السلطات اللبنانية وحزب الله يرفض الوساطة الأمريكية وما يمكن أن ينتج عن هذه الوساطة بدي أعتبر أنه من الأساس من تكوين لبنان الكبير وبعض الاستقلال في مشكلة صراحة يعني بدي أربطها بس بهالموضوع في مشكلة دي بقالية اتخاذ القرار هل نحن بلد تعددي؟ أكيد هل في مواضيع تستلزم إجماع وطني عليها؟ أكيد ليت اتخاذ القرار غير واضحة توصل لإذا بدك تعين أستاذ مدرسي بمطرح بيصير بيتويات وبيتيويات مقابلة هذا الشيء غير سليم ما فينا نستمر كدولة فيها ثلاث سائقين ما معهم إلا مكابح يعني ما حدا بيحدد وجهة السير ما حدا عنده إمكانية بالتقدم بس الكل قادرين يوقفوا هذه المكنة وهيدا نتيجة اللي وصلنا إلى أما في مقص وضع حزب الله اليوم هيدا وضع بتاتا غير سليم لعدة أسباب أول شيء خالق حال الضغط على الشركاء الآخرين في البلد بنتيجة فائد القوة اللي عنده إياه بنتيجة التسليح اللي عنده إياه بنتيجة خوف باقي المكونات بالبلد وهذا الأمر ما بيعنينا طبعا وبنتيجة ارتباطه بمصالح ومنظومة إقليمية لا علاقة لها بالوضع الداخلي وهذا الأمر أدى حاليا للوضع اللي نحن فيه يعني يطلع النائب محمد رعد يقول سوف نطمر الغاز والبترول تحت المياه إلى ما شاء الله أو لكينا يقرروا هنه ما بتقدر ما بتقدر يعني ما بتقدر تاخد قرار عن باقي اللبنانيين بشكل متفرد فيك تقول نحن بالنسبة لإلنا كمكون سياسي يمثل جزء من الشعب اللبناني ما بدنا هالشيء بس ما فيك تقرر عنه هايدي الخطورة أصبحت هون يعني يتكلمون باسم الشعب اللبناني بوقت لا يموسلون كافة الشعب اللبناني صاير فيه إشكالية حقيقية بهذا الموضوع التاني بموضوع النفط والغاز لهذا السبب تحديدا خالق إشكالية كتير كبيرة يظهر الدولة اللبنانية مربكة تجاه المجتمع الدولي ومربكة قدام خصم وعدو شرس جدا في مواضيع مثل هايدي وعنده علاقات دولية مهم جدا يلي هو إسرائيل هذا الإرباك لا منيح بالداخل لأنه عبي يظهر ما في شراكة بقى وهذه الشراكة خلقت مع لبنان يعني شرط خلق لبنان الكبير كان الشراكة ونهيئة الولاء ونهيئة المثاق هيدا العقدة الاجتماعي اللي نشأ عبينكسر اليوم من هون موقفنا الصلب ضد هذه المواقف وضد هذا الإيدي موقف بطرق الراعي موقف المتران عودة عم نقول وباقي المكونات في لبنان تبه عم تنكسر الشراكة والتاني الإرباك على مستوى الدولي يفقد المواطنين الثقة بقالية اتخاذ القرار بالدولة وموقف المجتمع الدولي والمستفيد الوحيد من هذا الموضوع عم بيكون إسرائيل بدي ضيف على هذه النقطة شيء مهم انه بموضوع ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة عم نحكي مش صحيح مش مقاله النائب رعد اللي هي المياه الاقليمية مش عن هاي عم نحكي نعم عن منطقة الاقتصادية الخالصة اللي هي أبعد من المياه الاقليمية تماما ما إلا علاقة بالمياه الاقليمية لهيدا قانون دولي نعم هيدا موضوع نسبيا حديث بالقانون الدولي حزب الله ما حكي ولا كلمة بهذا الموضوع بسنوات وسنوات ولا كلمة اليوم عم بيحكي وأضاف على هذا الكلام نحن لا نعترف بالكيان الصهيوني وبالتالي لا نعترف بترسيم أي شكل أشكال الحدود وبالتالي لا يخي عطتك تعطي رأيك من ضمن أراء الآخرين بلبنان دولة الشراكة وبديكون في إلية اتخاذ أرار بتنطلع بنتيجة ما كلنا سوا لن نستفيد من هذه السروة الوطنية بصالح شعبنا والأجيال اللي جاي خاصة إذا أرارنا اليوم بدك ما لا يقل عن سبعة لعشر سنين صحيح هوني كمان يمكن يكون في نزاع بين ثنائي حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية والنائب جبران هذه الورقة كان يعتبر ثنائي حزب الله وحركة أمل ورقة بإيده اليوم يمسك بهذه الورقة رئيس الجمهورية وفي كتير كلام عن مقايدة بين هذه الورقة ورفع العقوبات عن النائب جبران باسيل أنا بدي أرجع أنه هيدا لا تتعلق لا برئيس الجمهورية الحالي عماد مشرعون ولا بالوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل ولا ولا هيدا تتعلق بالشعب المستدام وبالدولة المستدامة واحد يعني هيدا تتعلق بالأجيال اللي جاية ما بتتعلق بوضع مرحل اليوم خاصة أن الحكومة بإيلا كم شهر رئيس الجمهورية بإيلا كم شهر بالرئيس الجمهورية الحالي هيدا تتعلق بالأجيال اللي جاية بانا ننظر لإيلا على المدى البعيد مش بظرف آني اليوم تاني اللي قاله ديفيد شانكر أنا أؤمن فيه أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ما فيه يتدخل بمصار قضائي بالوليات المتحدة يعني ما فيك تقايد هاي بالهاي يعني مش بها شكل يعني فيه في دول عنده مؤسسات في دول عنده استقلالية القضاء مش ما تحصل اليوم بشحطة ألم وقفوا قانون سلي القضاء يلي اشتغلنا عليه وترقص اللجنة طبعا إدارة والعدل زميلنا جورج عدوان شهور وشهور مئات الساعات قال لا هلا ما نوقفه وبدو يدرس وزير العدل بعدين ما نعيده للجيجان ما نعرف أي لجنة وقت سيطرة لا فيه دول عنده للقضاء والرئيس جمهوري بيرجف قدام القاضي هاي دي ما إلي علاقة بها وما فيه يكون إلي ارتباط هاي دي بها هلا بتقلي لبنان رتبك من أول لحظة فتنة بالموضوع أكيد انت انت تذكت بلشنا بالنقطة واحد صح إسرائيل استغلتها ورجعنا عن نقطة 23 إسرائيل استغلتها رجعنا لنقطة 29 ولا مرة لبنان رسميا اعتمد لنقطة 29 وبعت الجيش يفاوض عن نقطة 29 دون أن يعتمد هذه النقطة رسميا يعني فيه ارتباك بهذا الموضوع رجعنا عن نقطة 23 وبدنا 29 يعني هذا التخبط السياسي والعنى والعلنى والإعلامي ليس لصالح لبنان كلنا بدنا واحد أفضل شروط للبنان كلنا بدنا يكون فيهامش من هذه الشروط غير معلن وتقنية المفاوضات تكون غير معلنة هذا من الطبيعي بأي تفاوض خاصة مع عدو شريس أو غير شريس وما يكون عدو تنقول يعني تنقول دولتين مجاورتين بآسيا نعم أو بأمريكا اللاتينية من الطبيعي بتقنية المفاوضات ما تكشف كل وراءك بس مش بحال التخبط وأنا عم بحكي كنائب من الطبيعي أنه نواب يكونوا على اطلاع بكل شريس منعملها منلاقي أنه فيه ضبابية فيه عدم وضوح ليه أسباب ما منعرفها شو خلفيات أو هذه سروة وطنية مش لجيلنا وبس لكل الأجيال اللي جاية طريقة الإيدي لأ أنا غير راضي عنها نهائية خيشوفها نوياك العنوان التاني للتطورات فإذا العنوان التاني أنه كمان لبنان يعاني من تداعيات الحرب على أوكرانيا في موضوع السيراد والمحروقات والقمح والأسعار مهددة بالارتفاع بشكل كبير إذا توفرت هذه المواد التي يحتاجها المواطن يعني دائماً نحن الأزمات حاضرة عنها شفت الناس كيف على محطات البنزين اليوم مسألة القمح كمان فيها مشكلة أنه ما عنا أحطيات لأنه كمان ما عنا أهراءات الأهراءات بعنا من الانفجار مش موجودة كمان حتى نفتش على أسواق أخرى بدنا وقت وحتى نأمل التمويل أهم شي بدنا وقت لماذا على اللبناني يتخبط دائماً في هذه الأزمات خليني أقول أن هذا الأمر مش مرتبط فقط بلبنان الأزمات حاضرة عنا وعند غيرنا يعني خد أزمة كوفيد خلقت ارتباك على المستوى العالمي مش بس بلبنان الحرب أوكرانيا خلقت ارتباك على المستوى العالمي والأوروبي تحديداً مش بس بلبنان مش لأنه نحن ولا مرة حاضرين يعني نحن ما عنا قدرة رد فعل على أزمات بهذا الحجم لأنه عطول ماشيين بشكل آني ولا مرة عنا البنة التحتية أو القدرات المالية تنواجه فوق يومياتنا أزمات يعني ما إلى علاقة كل إدارة الدولة كل إدارة الدولة يعني بس كون دولتك مكسورة بناتج المحلي طبعك على سن ونص أو سنتين بتكون غير قادر ما عندك المناع على مواجهة أزمة يعني بدون أزمة أنت مكسور بحجم ناتج المحلي طبعك على سن ونص أو سنتين وبالتالي بس يتقلص ناتج المحلي طبعك إنه أصمع اثنين بدون أزمة يعني 17-20 صار ما في أزمة لا في كوفيد ولا في ما في شي وصلت لل 17-20 لأنه حجم القطاع العام طبعك هائل داين للكهربا طبعك مش سيلفي عيدا داين بالنتيج يعني عجز الكهربا طبعك طبعا ما بحييتهم ردوا رح يردوها مين كهربا لبنان بدأت ردها 40 مليار دولار داين للكهربا حجم القطاع طبعك 40% من ورداتك مش صار لا بدولي بالعالم بدون أي شك يعني وبالتالي هاودي بيخلوك إنك غير قادر لمواجهة أي أزمة لأنه اقتصادك ما بقى عنده مناعة طب مين مسؤول مين مسؤول إدارة الدولة من أولة لآخرة بدون أي رؤية بدون أي إصلاحات منقدف من يوم ليوم المشكلة تمصلنا لهون كان عنا نمو بالألفين وعشرة 8 نقط كان مستر عيوبنا يعني كان عنا نزف كبير بس كان عم يدخلنا أموال استثمارات خارجية تحديدا عربية خليجية كان عنا ودائع خارجية تحديدا عربية خليجية كان عنا سياحة بشكل أساسي اللبنانيين بيجيوا وزوروا أهلهم وسياحة خليجية عربية وكان عنا اللبنانيين بالخارج بشكل أساسي من الخليج بدول العربية ليبعطوا مصاري لأهلهم بس كمان يعملوا استثمارات ويشتروا شقاء ويشتروا كله نوضي قضينا عليهم طوعا طوعا حزب الله بشكل أساسي يسانده بسياسات جبران بسيل بس كان وزيط خارجي بدون أي تردد يعني بين تهريب الكابتاجون ستمائة مليون حبة بست سنين بيناتهم أربعمائة مليون حبة بسنتين العداء تجاه دول الخليج إرضاءا لنحور الإيراني قضي على علقتنا مع الخليج قصم صادراتنا اثنين نص صادراتنا بتروح دول الخليج من ثلاث مليار ضل مليار ونص فإذا خسرنا مليار ونص دولار بالسنة يدخلوا على البلد لحقى الوديع لحقى الاستثمارات لحقى السياحة تخلص اقتصادنا من ثماني نقطة نمو لإنكماش خمسة وعشرين بالمية نزل من اثنين وخمسين مليار دولار لاثنين وعشرين مليار دولار ما في اقتصاد بالعالم بهدد بس حزب الله عميل لك إنه نحن محاصرين من قبل الدول العربية من قبل الولايات المتحدة عميل لك روح شرقا وهي جبتلك مزوت وبنزين من إيران نحن بدنا تقريبا بيخرب النهار ما في اقتصاد بالعالم بيستمر على سيستام البانيا بالزمنات يعني اكتفاء ذاتي شفنا وين صارت البانيا واختصادها قبل ما ترجع تنفتح على العالم مستحيل عندك 193 دولي بالعالم ما فيك تعيش أنت منفتحها ثلاث دول بالعالم ما فيك ما بتقدر الاقتصاد اللبناني تحديدا يلي انبلل لبنان بالدستور موجودة على فكرة الاقتصاد الحر يعني القطاع الخاص والاقتصاد الحر هو بحرك السور بس يكون عندك نمو 7-8 وصلنا للعشر نقط 2 digits كانت من الدول القليلة بالعالم يلي عنده نمو أنا متعب نحكيك مبارع 2008 و2009 كان عنده نمو عشر نقط هيدا الاقتصاد الحر بإداء اللي صار بسبعة أيال صار تسوية الدوحة لمصيب يبلش ل2011 بكنون الثاني بتتبع الأرقام نزل للنمو بالألفين وعشرة من 8 نقط يعني بكنون الثاني عم نحكيه بكنون الأول عفوا عن 2010 2011 نزل للنقطة ما حدا شايفه بلش انكماش الاقتصاد اللبناني من القمصان السود سقوط حكومة بالقوة رئيس سعد الحريري اللي تيان بحكومة تانية وبدأ الانهيار من وقتها من دنزل اقتصادنا من 8 نقطة نمو لنقطة نمو وبلش لحندسات المالية وإلى ما هونالك وصلنا للكارسة اللي نحنا فيه اليوم أساسة سياسة يعني عكاسة مالي نقدي اقتصادي اجتماعي أساس فيها سياسي كيف رح تواجهه انت عبدالتهم وحظ بأله بأنه وراء هذه الأزمة كلها طبعا كيف رح تواجهه نقل كلمة الحق تنبلش بهذه السياسة أول شي كلمة حق وبوصلة والثبات على هذا المصار بدون أي شكل مواجهة بدأت تكون أول شي استعادة الشراكة واستعادة السياسة وانفتاح لبنان على كل دول العالم هاي دي إذا بدك ركائز وجود لبنان يعني بس نعمل لبنان الكبير نعمل باكتش 10452 كلمتر من ربع بكافة مكوناته بس في نهيئة الكيان نهيئة الولاء نهيئة الشراكة والحياد بأساس لبنان ليش قالوا لا للشرق ولا للغرب شو معناته لا لربط لبنان بالمحاور الشرقية والغربية بس انفتاح لبنان ثقافيا وتجاريا والبنى الدكية على كل دول العالم هاي ده أساس تركيز لبنان وليس عزلة لبنان بكل شي إلا ربطه بمحور طيب بس ما كمان يعني مثلا شفنا أنه في ناس مثلا ما قدرت تقبل أنه في ستاند بمعرض الكتاب لقاسم سليماني يعني كيف حزب الله كمان بده يأمن أنه للناس الذين يعارضونهم من الطبيعة أن يكون هناك معارضة بكل دول العالم الديمقراطية تصنعها المعارضة وليس المولات بكل دكتاتوريات العالم فيه مولات وما فيه إلا مولات هذا اللي بميز الدكتاتوريات أما ما يميز الديمقراطية هو أن يكون هناك معارضة عظيم بلحظة اللي بتبطل تقبل صوت الآخر توصل لكاتم الصوت هم مربوطين ببعضه عدم قبول صوت الآخر يوازي البدء بعمل كاتم الصوت وهذا اللي صار صار وين اللي صار بكل شي بكل شي بالإداء السياسي كاتم صوت الآخر يبدأ بالقمع ولا ينتهي بكاتم الصوت يعني اللي صار بمعرض الكتاب مبرر لا أبدا مش مبرر أكيد مش مبرر شو اللي صار يعني واحد ينتقد أنه يكون فيه صور القاسم السليماني إله حق بس هيكل قتلة ما إله حق تعبير عن الرأي شي والاعتداء الجسدي شي تاني بس أستاذ بيار يعني حيث المصري في بني ما بيتحمل مسؤولية المصارف أكيد بيتحمل مسؤولية أكيد بيتحمل مسؤولية رح وزع لك المسؤوليات على الشكل التالي بيتحمل مسؤولية كلامي المسؤول الأول هو الإداء السياسي نعم مشكلة بشكل أساسي هو بمالية الدولة واعتبار الدولة وكأنه هي مصدر تمويل السياسيين والأحزاب وكأنه هي معدة لتقاسمة وفقط ما عندها دور تاني إلا تكون هي مصدر تمويل السياسيين وأسلامهم وبالتالي هالإداء هيدا وصل لأنه الدولة تستنفد كل طاقتها كل الموازنات يلي نحطيت وكل شو مصدر تمويل الدولة رسوم ضرائب طحية هبات وقروض هاو مصدر تمويل الدولة كله راح هذا يقلي وين مبينين بطرقاتنا بكهربتنا ببونينا التحتية بتعليمنا الرسمي عم بحكي مع احترام لكل اللي بيشتغلوا به القطاع بصحتنا وين وين إني يعني من ما قبل الحرب تنقل من 75 لليوم جبيت من 90 لليوم وين إني يعني عندك ثلاثين أربعين سن اللي هن كل موازنات الدولة وين نحطه كل الهبات كل القروض وين إني بالصرف الصحي في أقل من هيك بتكرير المياه القاسي وين إني ولا مطرح مختفية عظيم طيب بريس واحد و بريس اتنين و بريس ثلاثة وين إني وسادر ما إجا الحمد لله ما إجا لأنه كانوا طاروا مثلهم مثل غيرهم وين مبينين ولا مطرح طيب ما كفوون للشباب ما كفوون للشباب قاموا أخدوا كل أموال المدعين وصرفوا كمان فوق كل الجبيات تبع الدولة وكل الهبات وكل القروض ما هيك أخدوا فوق منهم أموال المدعين علوا الفايدة صاروا المصارف يدينوا الدولة بالفايدة وعلوا فايدهم إن الناس تتشجع أكتر تطح عندهم المصارف تهني دونيوا الدولة بالفايدة مين شايف هذه اللعبة مصر في البناء لا مصوفر انت مش عارف الدولة رايحة لانه تنكسر سؤال ليش عم تخلي مصرف يحط 60 و 70% من وديع الناس يديهم بالفايدة للدولة خي انت شغل تاك تصوفر انت شايف اللعبة عم تصير بعد ما تعمل هندسات مالية صوفر قوله عم بصير ممنوع يصير مصرف مجبور يوزع بورتفايل بين اي دايه هالمصاري البين اي دايه مش ملك بيت بيو للمصرف ملك المودعين عزم قبل ما روح على الجزء الثالث رح تقبلوا بزيادة الرسوم والضرائب التي يمكن ان تكون موجودة في مشروع قانون الموازنة صراحة هلا قبل ما ايجي كان في جلسة بالمجلس شفت فزلك الموازنة المقاربة العامة لا لا تطمين لا تطمين بتكون كتير صريح بأكد لك انه المقاربة العامة ما بتريح له لانه ما فيه اصلاحات بنيوية خي انت قبل ما اذا بتسلم شركة او دولة بدي احكي بالموضوع الاقتصادي المالي وعم متعسرة اول شي بتعمله تخفف المصاريف خي بالبيت اذا واحد لاسه محلة طلي على البطالة قصة شغله او ايجوا بالشغل قالوله خي مانا نخفض لك معاشك للنص او مانا نشيلك من الشغل القبل اول شغلي بيعمله بيخفض مصاريفه اذا عنده سيارة كبيرة بيجيب سيارة صغيرة اذا كان لأكل لحمة وهذا المسل كلنا متأثر فيه لانه عم نعيش بيومياتنا يعني ثلاث مرات بالجمعة بيصير يأكل مرة ومرتين بالجمعة وللأسف كل المواطنين بيعرفعون شو عملي الكل عايشين بيخفض مصاريفه بالأول اذا كان يطلع فرصة مرة بيستنة لبرة بيطلع بيزور أهله مرتين ليهي مش مخفضين مصاريفنا يعني همشوف كيف نطلع مصاريك اكتر نحافظ تقريبا عزيزة المصروف ما فيك اول شي عندك قلنا الكهرباء الدين العام حجم القطاع العام هاو دي ثلاث شغلات بدك اول شي تبلش فيهم يعني بس تخلص من هاو دي خلص من الموازنة البقية ما شي يعني بتذكر بس كنا بالحكمة كنا بس تطلع الموازنة هودة ثلاثة خل بقلك خمسة بالمئة أو عشر ونين من موازنة تتسلى فيهم بس تغطي هودة ثلاثة خلصت الموازنة والباقي تفاصيل وبالتالي اذا ما هودة اشتغلت عليهم مش بالنواية الحسنة انه خي صار لنا عشر سنين وخمسة عشر سنين من نسمع بعد سنة رح يجيكون عشر ساعات بعد سنتين خمسة عشر ساعة بعد ثلاثة سنين اربعة وشرين اربعة وشرين بس من هلأ رح نزيد عليك خي يعطيني كهرباء وزيد عليها قد ما بدك فهود مش موجودين يعني مقاربة خفض النفقات بعدين تزيد ضرايب على المواطن عشوه خي يعطيه مصرياته بتيدفع لك قد ما بدك يعني حاجب عنه مصرياته وانت اخدهم وصرفلو ياهن وبدك دفعه زيادة بأي منطق خفض مصريفك بالأول وبعدين منشوف نحن وياك شو بدنا نعمل خلينشوف العنوان التالت كمان انا وياك اللي هو بالتطورات السياسية اللي حاصل بالبلد التدعيات المالية والاقتصادية مستمرة والمفاوضات مع صندوق النقد ليست على خير ما يرام والتدقيق الجنائي معلق وتدابير مصري فبنان تحافظ على نوع من الاستقرار في سعر صرف الدولار ولكن السؤال إلى متى إلى متى برأيك يعني ما بدي هول على المواطنين بس بدي يكون كتير واقع نعم بدي يكون كتير واقع أول شي بس حكينا نحن ب 2017 وحكي نائب بموضوع التدقيق بمصر في لبنان قامت لأيامه وساعة تهمونا أنه عم نضاعف موقع ماروني أساسي بالدولة وساعة عم نتهمونا أنه عم نضاعف الليرة اللبنانية وعم نشكك بسعر صرف الليرة وإلا ما هنالك قامت لأيامه ومعادة أعداد تحديدا من فريق رئيس الجمهورية تبين أنه لأ لو صار بوقته التدقيق الجنائي أو التدقيق على الأقل ما وصلنا للي وصلنا له اليوم عطوله منوصل على العرس والناس في اللين العملية التوقيت أمر كتير مهم لأنه ستوصل على الشغلة متأخر يا بتكون فوضت الأوان يعني من الأساس ما بدك توصل لك أنت يعني مثل يلي بيكون في مشكل ويأخر وصلته على المكان تاي كان نخلص المشكل لأنه مش حيبة بيتورد فيه لا كان لازم نوصل بوقت اللي كان لازم نوصل هلأ هل سعر سار في الدولار الطبيعي 20 ألف أنا صراحة ما بفهم ليش طلع على الثلاثين ونزل على الثلاثين وصبت على الثلاثين ما بعرف حجم تدقل مصر في لبنان ما حدا مننا بيعرف ما حدا مننا بيعرف ليه فيه ثلاث شغلات أستاذ بسان بعلم الاقتصاد بعلم الاقتصاد بيسمون المسلس الغير قابل للاجتماع هؤلاء ثلاث نقاط ما فيه نجتمع بعلم الاقتصاد مجتمعين في لبنان من وقت كيف ينشل يهلنا استقلالية مصر في المركز وثبات سعر صرف العمل الوطني أي أن كان وحرية تحرك الأموال داخل وخارج هؤلاء ثلاثة ما فيك تجمعهم ما عملنا كابتل كنترول هؤلاء ثلاثة بس يجتمعهم بطوق السيستام بوقت أو بوقت آخر بوقت أو بوقت آخر اثنين فيهم نجتمع ثلاثة ما فيهم نجتمع نظام اللبناني قدر جمعهم لأنه كان يجيب أموال من الخارج بس كان معرض بأي هزة كبيرة إنه السيستام هيدا وهيدا مع فتح الحدود شبهها بالدعم مع فتح الحدود يعني فيه دعم الأموال قد ما بده فيهم تحرروا ساعة اللي بده عظيم طيب نحن رح موصل برأيك لأتفاق مع صندوق النقد الدولي أو هيدا الأمر اكسكليوها المرة كمان لهلأ الأشاير مش كتير مشاشح لهلأ أول شي صاير عنا إلى حد ما هاجي السوفيتي بالستينات يعني أي شي بيجي من بره هيدا جيسوس جي يدمرنا كان البنك الدولي النقد الدولي صلي بالأحمر شو ما كان شو ما كان كل شي جاي من الغرب جيسوس منظمة الأغزية العالمية أنا سمعتها بداية وما رحقول مين قاله بالمجلس لأنه لا شقول لا فيه جلسات إلا خصوصيتها شو قاله إنه صندوق النقد الدولي نحن أصبحنا تحت مش صندوق النقد منظمة الأغزية العالمية أصبحنا تحت انتداب منظمة الأغزية العالمية سمعتها بداية بجلسة الجين مشترك يعني جايبين معهم سردين ورز وحطينا تحت انتداب متل ما كانت تداب بريطان والفرنسية صار فيه برانوية صار في حالة برانوية بالبلد بتذكرني كتير باتحاد السوفيتي تحت السيطار الحديدة يعني كل شي جاي من الغرب جاي يستعمرنا ما يا شباب ما نحنا إذا مش عايزينهم نشحطهم ما فينا عايزينهم وهالحالة الرعب والزعر لنعمل أي شي اللي كان نحنا اليوم عايزين مساعدة خرجية ما فينا أول شي لو عم نتخلى عن سيادتنا معروف مين عم تخلى عن سيادته ولا أي محور تاني شي اللي نحنا كلنا سوا نعتبر المصلحة الوطنية وين بس نكون عايزين شغلي برا منحط الله الضوابط اللي لازمة للمصلحة الوطنية بس ما فيه يطلع فريق عنده هالبرانوية هاي دي ويكسر اتفاقيات متل ما حصل بالمئتان وستة وارمعين مليون دولار صحيح ضيعنا عحلنا سين ونص طبع البنك الدول ورجعنا بالزبط مطلح ما كنا رجعنا بالزبط بس بعد سين ونص ها لأخرنا المشروع سين ونص فهاي دي الشغلات بدل تتم اقربطها بشكل علمي بشكل واعي بثقة متبادلة بين الطرفين لأنه نحنا عايزين لهلأ أنا شايف إنه الصندوق الصندوق النقد لأ الأمور ما عم تتطور بنتجاه المصبوط ما عم توصل لنتيجة حسية وأنا خايف جدا اللي عم بيقلوه إني فيها البوسطة اللي اسمها لبناء اللي عم بتقرب على الشفية عم بتقرب على الشفية عم موار لأنه كل عمرة تتغزى من انفتاحها على العالم واليوم عم تنعزل عن العالم بحاجة لوقود اللي هو الدولار بانعزلكن على العالم ما عم بيدخلها لده الوقود وبالتالي قد ترتطم بسرعة عالية فيها عندهم إذا بدك نقص مناعة معينة هالولاد الموجودين يعني الناس اللي للأسف صاروا كتار اللي عندهم اجتماعيا وضع دقيق شدونهم الأحزمة عملون شبكة أمان اجتماعية ما عم يعملونه عند الارتطام هاودي ممكن كتير يتأزون نحن لا عم نشاردون تبهل هاي ده الحزام ما يكون في شي بسمم خيلا شدونهم الحزام لأنه عند الارتطام رح يتأزوا أكتر من غيرهم بكتير صحي هيدا الموضوع هيدا الموضوع الأساسي بدك المظبوط شو دي يجي مليار مليارين ثلاثة أربعة ممكن ممكن يسرؤون جمعتين 100% يعني بيسرق 100 مليار مش هيك عهاودي يعني إذا ما فيه ضوابط وما فيه إصلاحات جردية والشغلات تتروح مطرح ما لازم تروح يعني كهرباء تقليص الدين العام إلى حد ما تقليص القطاع العام إلى حد ما بطيروا بجمعتين صحيح خلينا نروحنا على موضوع الانتخابات لنشوف دائرة بعبدة يلي حضرتك بتمثلة فإنسلا الانتخابات النيابية دائرة العبدة الانتخابية فيها ست مقاعد ثلاثة للموارنة اثنين للشعة وواحد للدروز كمان منشوف بهذه الدائرة القوى السياسية القوات اللبنانية عندك الطيار الوطني الحر عندك حزب الله عندك حركة أمل عندك أيضا حزب التقدم الاشتراكي وأيضا حزب الكتائب وحزب الوطني الأحرار وأيضا قوى المجتمع المدني والثورة بيار بوعاصي شو عمل بالانتخابات سنة 2018 حصل على 13392 صوت وفاز بمقاعد نيابي ماروني ممثل عن حزب القوات اللبنانية 16492 صوت يعني نحن نحصلنا لك كم صوت لا كل صوت كل صوت يحصل غالي كتير على قلبه كل صوت يحصل رح ترجع هالمرة إلى الندوي البرلماني مطمم ما بعرف لا مش مطمم مش مطمم أوش مطمم هاي الناس بيقرروا بيقرروا بخمسة عشر أيار بس يسكروا مش هو وضع القوات اللبنانية يوم بهذه الدائرة صراحة أنا مش ما بتطلع على الإحصاءات وعلى الصندجات يعني هؤ ما بيعنوني أنا بيعنيني أعمل شغلة والناس تفاعل الناس كيف تفاعل الناس معك تفاعل الناس معي كتير خير الله وهيدا واجبة بس الناس موجوعة الناس كتير موجوعة بهموا حدا يسمع لهم يسمع لوجعون بس الناس مؤمنة برسالة لبنان الديمقراطية عندها النية أنها تروح تشارك بالعملية الانتخابية وعارفة أهمية مشاركتها بالعملية الانتخابية تحت هي عنوين تحت عدة عوانوين استعادة الشراكة كتير بتهمها أنه ما حدا يستفرد بالقرار الوطني هيدا شغلة مهمة عندهم وعي سياسي مهم أنه صحيح في ضائقة اجتماعية كتير كبيرة بس وعيين أنه لب المشكلة سياسي وأنه الحل يجب أن يبدأ بالسياسي أن الحلول المرحلية والترقيع مش هيدا الأساس يعني هناك مواجهة مفتوحة مع حزب الله في هذه الدائرة وينما كان لأش في هذه الدائرة بس بهذه الدائرة لأنه التماس أنتو هي إيه ما في مشكلة ما في مشكلة لب رح تصير الانتخابات أول شي خليني هي قطرح السؤال العام أنا عندي قناعة مطلقة أنه واصل الانتخابات ورح تصير وعند الناس عندهم قناعة مطلقة أنه الانتخابات رح تصير لأنه شعبنا حي والانتخابات ملك الناس مش ملك السياسيين أنجزتوا التحالف مع الحزب التقدم الاشتراك بترك لرئاسة الحزب هي تحكي عن كل شي اسمه تحالفات وعادة اللي أعلن عنه فيه أعلنته مع حزب الوطني الأحرار أستاذ كميل شمعون مع بكتور أليكساندر كرم كرم وكل ما هو تحالفات أو أعلان تحالف أو حدا نازل معنا على الليحة بترك هالشي ست مرشحين إذا مش ستة خمسة بس بترك كل شي الليو علاقة بإعلان الليحة لرئاس الحزب طيب شو ممكن مثلا حزب الله يعمل في هذه الدائرة بحساباتكم الانتخابية مشانون يحاول أن القوات اللبنانية ما تحصل يمكن على حاصلين مثلا أو حاصل وكسور عالي رح يعمل كل شي ممكن يعمل مثل يعني اللي قاله بعتقد الوزير سليمان فرنجية يعبر عن ما يختلج في صدور الحزب وكل حلفاء الحزب يعني أنه كلهم يعني كلهم معدل قوات يعني كان واضح بكلامه أنه خلافنا استراتيجي الفعلي مع القوات ومع القوات اللبنانية والبقين كلهم يعني كلهم معلش إذا وصلوا يعني كان كتير واضح كلهم يعني كلهم معدل قوات وبالتالي بالسياسة رح يعملوا كل شي ممكن يعملوا طيب يدعموا حلفاءهم خاصة حلفاء اللي عملوا مصار طويل هنوياهم يعني من 2005 و2006 لل2022 وبين قداش صلب هذا التحالف تحديدا مع الطيار الوطن الحر يقدروا يوصلوا أكبر عدد ممكن من هؤلاء الحلفاء للندول البرلمانية بس أهم شي ما يوصل حدا من القوات اللبنانية لأنه صراحة في خلاف أكيد مش صراحة واضح للعيان يعني خلاف استراتيجي مع كل منظومة وتحالفات حزب الله أكيد ممكن حزب الله يعطي أصوات شيعية لمرشحي الطيار الوطن الحر أو أنه لأ ما بيلعبانك بخيف على مقعد شيعي ممكن جدا ما بعرف هو شو حسابات بس لا ممكن جدا طبعا كلهم يعني كلهم معدى القوات كلهم يعني كلهم فيهم يوصلوا على الندول البرلمانية وبعدين على الحكومة معدى القوات من منظور حزب الله ونحنا طبعا مصرين على هذا الموقع وبالنسبة لأنه هيدا التعبير الحقيقي والواضح والصريح عن تموضع إذا بدك منظومة حزب الله والتموضع السياسي لحزب الله والستراتيجي لحزب الله وعن تموضعنا والتوصيف الدقيق عن تموضعنا بالنسبة لحزب الله طب يعني من هون بتفسر أنه الائتلاف الانتخابي بين حزب الله وحركة أمل والطيار الوطني الحر على الرغم من تبادل الاتهامات بين الطيار الوطني الحر وحركة أمل بالفساد والسرقة وارتكاب كل المبيقات أكيد ما فيه ود أكيد ما فيه ود بس فيه ضابط إيقاع بين ناتون اللي هو حزب الله وبالتالي أنا لأؤمن فيه تحالف انتخابي وتحالف سياسي الانتخابات هي السياسي بامتياز يعني بس توصل أو توصل حدا لندوي البرلماني خلص عملت العمل السياسي بامتياز بعدين بيتناكفه ما بيتناكفه بيصير الاتهامات بيتصالحه هذا موضوع آخر يعني بس تعمل التحالف الانتخابي هو التحالف السياسي بامتياز وبلاقي عن جد كله تفاصيل طيب فيه أصوات سنية بعبدة نعم ديوم وكأنه طيار مستقبل يعني بطريقة وبأخرى يبعو إلى المقاطعة تشوفوا تقرونوا له دي ناس يعني يمكن هني أقرب لألكم من حزب الله والطيار وطني الحر كل صوت بيجي للقوات لبنانية أو للاقحة القوات لبنانية هو فخر اللي لقلنا ويسام على صدرنا بس الأهم مسئولية على كتافنا من أي مكون لبناني كان من أي مكون لبناني كان وبالتالي هيدا بلخص موقفنا يدنا ممدودة لكل إنسان يؤمن بسيادة لبنان بتعددية مجتمعه ونصر على كلمة تعددية لأنه نحن على رأس السطح ما عنا ارتباك إزبادة كاوية لبنانية إنه اللبنان مجتمع تعددية كل جماعة إلا خصوصيتها وهذا لا يمنع إنه في مساحة مشتركة كتير كبيرة بين المكون اللبنانية تنوين وطع والديمقراطية يلي مش بس لحظة الاقتراع إنما فصل السلطات استقلالية القضاء الشفافية كل هيدا ومحاربة الفساد طبعا كل هيدا منظومة الديمقراطية أي حاد يؤمن بهاو إيدنا ممدودة لإله ونعمل مسارتنا سوا هلأ طيار المستقبل رئيسه أخذ خيار تعليق المشاركة بالحياة السياسية أو تحديدا من الانتخابات هذا خياره مفتل الجمهورية أخذ خيار المشاركة بالعملية الانتخابية يعني في في مواقف بالطائفة السنية لا تدعو للمشاركة نائم مصطفى علوش قدم استيقاته وسوف يشارك يعني في عدة إذا بدك توجهات داخل الطائفة السنية نحن مشاركين ويدنا المندودة لأي حد يؤمن بطرحنا السياسة ومنهم طبعا أصوات سنية بقضاء بعبده وبغير قضاء مرتحين للخلاف بصفوف الطيار وطني الحر ببعبده يعني نائم حكمة ديب أخرج نفسه بقى شو بتقول خليقونه صراحة أنه ولا مرة اشتغلنا سياسة مبنية على الخلاف عند الطرف الأخر سياستنا كانت عطول مبنية على علاقتنا مع الناس وإذا بتنتبه للحملة الانتخبية اللي عملناها بالـ 18 وتحديدا اللي عملت ببعبده بس كل حملتنا الانتخبية بالـ 2018 ولا مرة كانت مواجهة ضدها كانت عطول مواجهة مع الناس وبالتواصل مع الناس وبالتكلة على نحمل شو طرحنا يعني كنت قول بالـ 2018 عنا خيارة يا منطلع على الرنج وانشقف بعضنا يا منعتبر سبق راكت كل واحد بكل وار طبعه واللي بيوصل التاني بهني بهالمقاربة هيدا عنا نعمل نحنا علقتنا مع الناس وقدرة إقناعنا للناس بطرحنا بتوجهنا بسباتنا على سوابتنا بإداءنا اللي عملناه بإيجابياته بالمآخز اللي ممكن الناس يكون قل علينا نقبل الانتقاد مطرح اللي نعتبر إنه ما قدرنا عملنا اللي كنا بدنا إيه أو بالإشياء الإيجابية اللي عملناها حق إنها نقامل بوزاراتنا أو بعملنا النيابة ما قلنا شغل بغيرنا ما قلنا شغل بغيرنا يعني بدلا ما تفارقش للعمل حدك ركض أسرع منه وإذا ما قدرت ركض أسرع منه وقدر ركض أسرع منه تيجي بتهني هاي مقاربتنا عظيم رمزية معركة ببعبدة الدكتور سمير جاجع ركز على أنه ببعبدة في القصر الجمهوري في ببعبدة في جائسة الجمهورية في ببعبدة وزارة الدفاع وزارة الدفاع شو رمزية هذه المعركة رح قل لك شو رمزية هذا سؤال الأخير رمزية كتير كبيرة تعود لجزور الجمهورية لجزور القصر الجمهوري ببعبدة ولجزور القوات لبنانية رمزية بعبدة أول شيء القصر الجمهوري ببعبدة لأنه كميل شمعون أرق رئيس الراحل طبعا الكبير ago إن يكون القصر جمهوري ببعبدة التاني لأنه جزورنا السياسية ككوات لبنانية مرتبطة بالرئيس كميل شمعون كرئيس جبهة لبنانية وعطول حلمة الجبهة اللبنانية هيدا الخط السياسي السيادي بالمحافظة على الجمهورية اللبنانية على المؤسسات اللبنية ولا مرة للحلول محلة يعني بس لفككت الجمهورية للأسف ومؤسسات الدولة بالـ 75-76 كان كل هدفنا المحافظة على الدولة ومن شين هيك ترشع رئيس بشير الجميل بتيكون رئيس جمهورية مش يكون بديل عن الجمهورية إنما إعادة إحياء المؤسسات والجمهورية هيدا الرمزيتين الأساسية ولا مرة حاولنا نحل محل الجمهورية لأ بدنا الجمهورية بمؤسساتها حتى بس كنا بعزنا كنا بدنا نحافظ على هذه الجمهورية وطبعا عمل المقارنة الحكيم بين العمل رئيس جمهورية وما حكم كيف كانت الثقة بمؤسسات الدولة بين مين عمل رئيس جمهورية وحكم شو صار بعد 6 سنين في مقارنتين شو عمل بـ 6 سنين رئيس كامل شمعون شو عمل بـ 20 يوم رئيس بشير الجميل للأسف هذا العهد شو عمل بـ 6 سنين وين صارت الجمهورية إنما أكيد ما في حل إلا بإعادة الجمهورية القوية ما في حل الدولة ليست خيار ليست طرف الدولة واجب يقدر المواطنين يعيش بعزته بكرامته ونكون رفعين رأسنا بين الأمم السيد سبير أبو عاصي أنا أشكر مشاركتك معنا أنا أسأل فيك هنا في الحكة ومشاهدين أيضا بدي أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة